تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة افتتاح جلالة الملك المفدى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وأكد سمو ولي العهد في البرقية أن هذه المناسبة تشهد على مواصلة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين القائم على التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة وفق رؤى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا مشدداً سموه على أن نهجة عطاء سمو رئيس الوزراء المتواصل عزز دوماً من مسيرة الوطن نحو مزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية مشيداً سموه بما يبدله سمو رئيس الوزراء من جهود مقدرة تنطلق من ركائز وطنية راسخة أسهمت باستمرار في شحذ همم أبناء الوطن في مختلف الظروف لتحقيق التطلعات والنهوض بكافة المجالات وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعا برقية التهنية المماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعرب فيها سمو عن بالغ الاعتزاز ببرقية سمو ولي العهد المهنئة بهذه المناسبة التي تعكس نهج جلالته الحكيم في مواصلة العمل على دعم وترسيخ المسيرة الديمقراطية التي أرسى جلالته دعائمها في بلدنا العزيز وعبر سمو رئيس الوزراء عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه النبيلة وبالغ التقدير لما يواصل سمو ولي العهد بذله من جهود كبيرة في إطار منظومة العمل الوطني وفي إدارة فريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ودور سموه البارز في إدارة العديد من الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا مملكة البحرين الغالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر